موسيقى البعثة الأممية تطلق برنامجا متكاملا للسلام نهاية الشهر موسيقى وزارة العدل تطرح مشروعات قوانين لإبذاء الرأي حولها موسيقى لجنة السياسات الاقتصادية تبحث معويقات تحويلات المغتربين موسيقى وزارة الثروة الحيوانية تتعهد بمعالجة مشكلات صادر الماشية موسيقى موسيقى المشاهدون الكرام أهلا بكم في جولة جديدة من أحداث السودان أعلن رئيس بعثة يونتاميس فرينس فولكر إطلاق بناء برنامجا استراتيجي متكامل لبناء السلام والاستقرار في السودان نهاية الشهر الجاري وخلال لقائه وزيرة العمل تيسير النوراني أكد رئيس البعثة الأممية الخاصة دور البعثة في الإصلاح الإداري ومساعدة السودان في تطويره ووصف رئيس البعثة اللقاء بأنه مثمر جدا وأشار إلى أهمية الوزارة في تثبيت السلام في السودان وناقش اللقاء فرص التعاون بين وكالات الأمم المتحدة ووزارة العمل وبعثة يونتاميس خاصة في مجالات الإصلاح الإداري من جانبه أشار وكيل وزارة العمل يوسف الطيب إلى تنسيق الوزارة مع منظمات الدولية وفق الاتفاقيات الدولية وقال إن الحكومة بصدد مراجعة التشريعات الوطنية وموأمتها مع التشريعات الدولية من أجل الانطلاق إلى الأمام هذه الوزارة مهمة جدا لإنماء البلد والتثبيت السلام في السودان فنقشنا مع الوزير ما مع الوزيرة إمكانيات التعاون بين آئلة الأمم المتحدة هذا يعني كل وكالات الأمم المتحدة وبعثة يونتامس والوزارات والهكومة السودانية بالشكل عام خاصة في المجالات الإنماء الاجتماعي التدريب بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة باتوك كاري تعزيز التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية والبعثة الأممية الخاصة يونتامس وتوقيع اتفاقية وضع البعثة وأمن الطرفان على أهمية التوازن في التوظيف واستيعاب سودانيين في مختلف مستويات الوظائف المحلية والدولية للبعثة والتعاقد مع الشركات السودانية وذلك للاستفادة من الخبرات السودانية بالداخل والخارج وأمن الجانبان على أن التعاون المثمر بين حكومة السودان ويونميد يعتبر مثالا يحتزى به في التعامل بين الدول ومنظمة الأمم المتحدة للمزيد ينضم إلينا من القرطوم الصحفي والمحلل السياسي حسين سعد فأهلا به أهلا بك وأهلا بالساد المشاهدين السودانية 24 أهلا أستاذ حسين كيف تعلق على لقاءات الحكومة الانتقالية مع قيادات أممية حقيقة هذه اللقاءات والمشاورات التي تم إزاعتها في خبركم اليوم هي إضاءات مهمة جدا وعندها علاقة بالانتغال الديمقراطي والتحول الديمقراطي في السودان خاصة وزارة مهمة زي وزارة العمل التي معنية بالنغابات ومعلوم أنه النغابات عندنا في السودان شهدت خراب ودمار كبير جدا من غبل النظام البيت فلذلك النهوض والمساعدة في تدريب غيادات النغابات ووضع غوانين لها وزي ما كانت في مشاورات كبيرة جدا تمت من غبل المنظمات المجتمع المدني خصوصا مركز الأيام للدراسات الصحفية والتنمية وضع غانون للنغابات عشرين عشرين ولكن لغصور وتقدير من غبل الحكومة الماضية أو الوزارة العمل في الفترة السابقة ما تم تيازة هذا الغانون لذلك أنا الأوان أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي فدي خطوة مهمة جدا يعني تجد الدعم الكامل من قبل غيادات الحكومة الجهاز التنفيذي وغيادات الحرية والتغيير وحتى من الإعلام لذلك كان هذا الخبر من أولى الأخبار عندكم وليه اهتمام كبير جدا نعم تذكيرا يعني أستاذ حسين ما هي القيمة في بعثة يونتابس في الفترة الانتقالية بالتحديد البيعصة دي بتساعد السودان في محاور أربعا رئيسية وهذه المحاور لن يكتمل الانتقال الدموغراطي والتحول الدموغراطي بدونه من هذه المحاور هي مساعدة السودان في الانتقال الدموغراطي والتحول الدموغراطي وده بيشمل قطاعات أساسية ورئيسية زي موضوع الدستور ومفوضية الانتخابات وتدريب الناس وكذلك حجد الموارد لمساعدة السودان تنمويا واقتصاديا فهذه المحاورة الأساسية بما في ذلك المحور الخاص باستكمال السلام وقبل يومين 25 و 26 و 27 عقد مجلس الوزراء اجتماعات مطولة جدا وهذه الاجتماعات كانت ناجحة من خلال الأولويات الخمسة التي حددها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك وهذه الأولويات هي تتماشى تماما مع القضايا التي ينتظر أن تنفذها وتدعمها البحثة في السودان من هذه الأولويات هي قضية السلام وقضية معاش الناس والأوضاع التنموية واستكمال السلام والتجهيز للانتخابات الغادمة ووضع الدستور واليوم كانت هناك مؤتمر صحفي كبير في وكالة السودان للأنباء نظموا المركز الغليمي للدراسات للتدريب وتنمية المجتمع المدني وهذا المؤتمر الصحفي كان بخصوص الدستور الذي ينتظر هذا الدستور يعبر عن تنوع وتعدد السودانيين بمختلف تنظيمات ومختلف صغافات وأديان وهذه خطوة كبيرة جدا أنا في تقديري وهذه واحدة من الموضوعات الأربعة التي تجد الدعم من البحثة الأممية منذ شهور أستاذ حسين أعلن عن عمل هذه البحثة لكنه تؤخر ترى ما هي الأسباب؟ هي التأخير بتاع البحثة كان ناتج منه جزء كان مرشح رئيس لهذه البحثة فرنسي الجنسية وبعض الأطراف رفضت هذا الرئيس ولذلك لما تم ترشيح الرئيس العلماني الجنسي الذي وصل في فبراير الماضي واصلت البحثة بغيادة المنصق أستاذنا وصديقنا سعادة السفير عمر الشيخ واصلت عملها قبل أكثر من مرابة الشهرين هي مواصلة في تحضيراته في إجتماعاته وفي عمله اليومي ولذلك الآن تم حل هذه المعضلة ووصل صيد رئيس البحثة وانخرط في إجتماعاته الرئيسية والتي ويدت دعم كبير جدا من الإعلام بكافة قطاعاته طيب يعني هناك أحاديث تدور حول تدخلات هذه البحثة وخصمها من السيادة الوطنية للسودان هل هي كذلك؟ أبدا هي جزء من بغايا النظام البيت حاولوا يعملوا تضليل وتشويش للمهمة الرئيسية والأساسية لهذه البحثة ولكن هذه القطوة التي أثارت غبار كثيف لم تجد آزان صاغية ووصلت البحثة وهذه البحثة المهمة حقتها محددة وواضحة ولا غبار عليه وما فيها أي لبس فيه حتى تغلل أو تتدخل في السيادة الوطنية طيب في الخبر إشارة إلى برنامج استراتيجي لبناء السلام والاستقرار في السودان ما هي أبرز ملامح هذا البرنامج الاستراتيجي؟ هذا البرنامج الاستراتيجي زي ما قلت قبيل يتماشى تماما مع الأولويات العاجلة التي طرحها رئيس الوزراء ديكتور عبدالله حمدوق والتي أيد أو اتفق معها اجتماع التاريخ لمجلس الوزراء في ضاحية سوبة قبل يوميا 25-26-27 وطلع بخارطة برنامج أولويات عاجلة تتماشى مع القطة الاستراتيجية التي تدعمها البحثة الأممية وبين هذه القضايا نجد قضية السلام ويستكمال الانتقال الدمغراطي والتحول الدمغراطي في قضاياه الأساسية التي تتعلق بالدستور والانتخابات ومساعدة برضو القوانين اللي عندها علاقة بالنغابات لأنه زي ما أشيرنا في بداية كلامنا أنه النغابات حصل فيها خراب كبير جدا طوال 30 سنة ويستثمر النظام البالد في خراب هذه النغابات فلذلك تعطل كثيرا رغم المجتمع المدني تقدم ووضع عدد من المشاريع بما في ذلك حتى الحزاب السياسية ولكن لسوء تقديرات الفاتذة أنا الأوان أنه السيدة الوزيرة تيسير النوراني في اجتماع هذا وأتوقع أن تنجح في الفترة الغادمة التوصل لقانون مرضي لكل الأطراف والنغابات وده واحد من الهتافات بتاعت التصورة بإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح النغابات حتى تساعد في الانتقال الديمقراطي طيب أستاذ حسيني يعني ما المتوقع الآن بالضبط من بعثة يونتامس في السودان في مجال التحول الديمقراطي واستقرار الفترة الانتقالية واحد من هذه القضايا المساعدة في قضية الدستور دستور حقيقة يعبر عن السودانين كلهم دستور يشاركوا فيه الناس في الغرى في الوديان في الخيران في المعسكرات النازحين في السودانين قارج المهجر دستور مش يضعوا لين النخب داخل غرف مغلغة وبراهن يكتفقوا عليهم دي واحد من الخطوات التي تيد الدعم الكبير جدا من البحثة الأممية أيضا التحضير والتحضير الجيد جدا للانتخابات مش الانتخابات بتاعة الخج ولا الانتخابات بتاعة التزوير التي كنا نسمع فيها وشهدت مراكز الانتخابات إغبال كبير نعم نحن دارين تشهد إغبال كبير لكن برضى وبوعي وبعدم بين الانتخابات شفافة ونزيها القضية الأخرى التي تعمل عليها هذه البحثة هي إنها تساعدنا في حجد الموارد من الدول العالمية والإغليمية وأيضا مساعدة السودان منه نخرج من العزلة الفرض علينا النظام البائد بسبب ممارساته التي كشفت عنها أمس جزء من هذه الممارسات البالية لجنة التفكيك عندما أشارت لأن السودان أصبح النظام البائد تحول السودان لأنه يكون دولة ومعبر لغسيل الأموال لذلك هذه هي قضايا أساسية ورئيسية ستنخرج فيها البحثة الأممية للوصول بالسودان لاستكمال الانتخال الديمقراطي واستكمال أيضا السلام مع الغايد عبدالعيز عدم الحلو والنستاذ عبدالواحد محمد نور هذه هي القضايا وهذه هي الرشدة التي تنتظر أن يتم صرفها من قبل البحثة الأممية نعم أخيرا ما المطلوب من الحكومة الانتقالية لإنجاح عمل البعثة بشكل محدد حقيقة الحكومة الأولى والثانية كانت اشتغلت في ظروف صعبة جدا وعملت قدرتها ولكن نتوقع من هذه الحكومة الثالثة أن تكون جاهزة بمشاريع المعدة لهذه البحثة حتى تجد التنفيذ والتنفيذ التام فلذلك من واحدة من هذه القضايا موضوع قانون النغابات وأيضا القضايا الخاصة باستكمال السلام وتحقيق العدالة الانتغالية والعدالة الاجتماعية وحسنا فعلت وزارة العدل أمس دعت عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والغانونين لمشاورات موسعة بشأن غانوم وفوضية حقوق الإنسان ومن المتوقع أيضا أن تشهد الفترة القادمة من غبل وزارة العدل وزارة العدل كانت في الأسبوع الماضي أعلنت في خبر كبير جدا هذا بهم السودانين انضمام السودان لاتفاقيتين مناهضة التعذيب والاختفاع الغسري ونحن عندنا في السودان ألام ومواجع كثيرة جدا فيما يتعلق بالاختفاع الغسري للسودانين والسودانيات في مناطق النساء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ حسين سعاد كنت معي في جولة أحداث السودان لهذا اليوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك نشرت وزارة العدل على موقع الإلكتروني الرسمي مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد ومشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية ومشروع قانون مفوضية السلام ووجهت وزارة العدل الدعوة للمواطنين للإطلاع على هذه القوانين وإبداء الملاحظات والمقترحات بشأنها وأشارت وزارة العدل في بيان لها إلى أنها ستدرس جميع المخترحات والملاحظات على مشروعات قوانين المفوضية الثلاث بجانب مشروعات قوانين مفوضية السلام والنيابة العامة ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة لعام 2019 والأمن القومي والأحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي أعلنت المبادرة السودانية لصناعة الدستور تفعيل نشاطها لهيئة الأوضاع لصناعة دستور سوداني وتضم المبادرة أكثر من أربعين منظمة طوعية ومؤسسات بحثية وشخصيات اعتبارية قال المدير التنفيذي لتدريب إسماعيل التاج أن هذه المبادرة هي الأولى في تاريخ السودان ووجدت قبولا من كافة قطاعات المجتمع والمانحين رغم أنها جاءت في مارس 2011 في ظل حكومة ديكتاتورية وضعت كافة العراقيل أمامها وفي السياق نفسه أكد عضو اللجنة التنسيقية لصناعة الدستور عوض الكريم فضل المولى أن الوقت متاح الآن لإنجاز هذا الدستور الذي سيحميه الشعب والذي سيكون أكثر ديمقراطية بعد انطلاق المبادرة في 2011 استطاعت أن تؤثر بغدر ما في عملية صناعة الدستور وكان من الأشياء المهمة أن أي صناعة الدستور يجب أن تتسم بالشفافية بالمشاركة بعملية تشاورية واسعة بعملية فيها شفافية كبيرة جدا جدا وهذه المبادرة ضمت أكثر من 60 من منظمات المجتمع المدني للعاملة في السودان وضمت تفراد بصفتهم الشخصية وكانت تهدف إلى إشراك غدر كبير من المواطنين في عملية صناعة الدستور وإحنا عندما نتحدث عن عملية صناعة الدستور نؤكد مرة أخرى أنه هي عملية تهم كل مواطن ويجب أن تصل إلى المواطنين في مناطقهم باللغات التي يفهموها بعيد من المؤسسات وبعيد من الأطر بالتضاع الحكومة توعد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق بملاحقة المتفلتين الذين يقومون بالاعتداء على المزارعين في منطقة شرق جبل مرة يأتي ذلك في أعقاب إلقاء القفض على متهمين بقتل ثلاثة مزارعين الخميس شمال مدينة نيالة عصبة جنوب دارفور وتفقدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور برئاسة الوالي أحوال المدنيين في قرية دبنجا بمحلية الوحدة وواسد ذو الضحايا وقال الوالي خلال مخاطبته مواطنين منطقة إن لجنة أمن الولاية ستعمل على تعزيزات أمنية في مناطق شمال الولاية لفرض هيبة الدولة إلى جانب إصدار موجهات صارمة تعمل على منع الاحتكاكات بين الراعي والمزارع قرر مجلس الأمن والدفاع تعزيز قدرات القوات النظامية والأجهزة الأمنية في إقليم دارفور والاستمرار في عمليات نزع السلاح من المدنيين ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في دارفور وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قال وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين إن المجلس استمع إلى تقارير حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وإلى تقرير حول ولاية غرب دارفور قدمه الوفد الحكومي الذي زار الولاية أخيرا أبدى رئيس بعثة الصليب الأحمر بالسودان باسكال كوتا اهتمامه بتدفقات اللاجئين الإثيوبيين على السودان ووصف لدى لقائه عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور تدفقات اللاجئين على السودان بأنها كبيرة وتتوقع أن يكون لذلك إناكاس على الأوضاع في شرق البلاد وأوضح مسؤول الصليب الأحمر الدولي في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لأنشطة وبرامج الصليب الأحمر في السودان وجهود البعثة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالإضافة إلى شرق السودان والذي قال إنه قال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم إن هناك تراخيا في بعض المدارس وعدم التزامها الكامل بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحد من جائحة كورونا وتتجه ولاية الخرطوم للعمل بمبدأ التعايش مع جائحة كورونا شريطة الالتزام الصارم بالضوابط والاشتراطات الصحية وقرر اجتماع الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا بالخرطوم برئاسة والي الولاية أيمن خالد تكوين لجنة لوضع خطة عمل وبروتوكول متكامل للتعايش الآمن مع كورونا يطبق في الفترة القادمة وأشارت وزارة الصحة إلى أن واقع كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل وانتهاء الوباء وفي ولاية الجزيرة أعلنت وزارة الصحة هناك في آخر تقرير لها عن جائحة كورونا عن تسجيل ثماني إصابات بكورونا وأوضح التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020 حتى الثامن والعشرون من فبراير 2021 عن تسجيل 2300 حالة اشتباه بفيروس كورونا ودعت وزارة الصحة مواطني الولاية للالتزام بالموجهات الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة للحد من الإصابة بفيروس كورونا أعلنت اللجنة التسييرية للنقابة عمال التعليم بولاية الخرطوم عن اتفاق لتنفيذ كافة الترقيات الخاصة بمعلمين ولاية الخرطوم مع ديوان شؤون الخدمة ووزارة التربية الولائية وقالت رئيسة لجنة تسيير لقابة عمال التعليم بالولاية أمل سليمان إن اجتماعا أقر تنفيذ ترقيات المعلمين بولاية الخرطوم كافة وأوضحت أمل أن القرار الصادر من ديوان شؤون الخدمة خلال الأيام الماضية لا يشمل المعلمين وأشارت إلى أن تنفيذ الترقيات سيكون في راتب مارس القادم تدرس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إصدار تذاكر السفر للمعتمرين إلكترونيا تفاديا للتكدس الذي يحدث في ربضان بالإضافة لمحاربة الموسطى والمضاربين وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح الاهتمام بالمعتمرين وأوضح في لقاء جماعه مع مديري الخطوط الناقلة جوا أهمية توحيد سعر خاص لتذاكر العمرة لكل الخطوط مع تعديل تاريخ حجز السفر من دون مقابل مراعاة للظروف الصحية التي يمر بها العالم مع الالتزام بإعدم قفل مقاعد الطائرات خاصة في عمرة رمضان حيث اتفق على تكوين غرفة عمليات مشتركة للتفويج المنتظم للمعتمرين في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا اطلع رئيس مدلس السيادة الانتقال عبدالفتاح البرهان على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المكتوم الخيرية لدعم المشاريع التنموية بالسودان جاء ذلك خلال لقائه وفد الهيئة برئاسة ميرزا حسين الصائغ عضو مجلس الأمناء بحضور السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي وأشاد البرهان بالأعمال الخيرية للهيئة خاصة دعمها للمشروع الزراعي بولاية نهر النيل الذي يستهدف حوالي 4500 أسرة بالولاية ومساهمتها في بناء وتعمير المدارس بولاية الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان من جانبه أكد عضو مجلس أمناء هيئة المكتوم استمرار الدعم للمشاريع التنموية بالسودان ودعم التعليم العالي والبحث العلمي وقاعت وزارة الصحة الاتحادية وبرنامج الأمن المتحدة الإنمائي على اتفاقية لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للسودان بجانب بناء قدرات فريق عمل الصندوق القومي للإمدادات الطبية للفترة من 2021 وحتى العام 2024 وكشف وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب أن الاتفاقية تركز على توفير الدواء وأوضح النجيب أن السودان يواجه مشاكل في قطاع الصحي تتطلب العمل الجاد لافتا إلى أن صحة الإنسان تعد من الأولويات وعن أحوال التقص فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في آخر تقرير لها استقرار درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى دون تغيير اليذكر في جميع أنحاء البلاد مع أجواء حارة نسبيا نهارا إلى باردة عند الليل والصباح وذلك مع رياح من شمالية إلى شمالية غربية تنشط عند الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح كما توقع التقرير مرور منخفض جوي حركي من شرق منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الأربعاء مما يؤدي إلى نشاط الرياح وإثارة الأتربة والخفاض الحرارة خفاضا طفيفا فاصل قصير ومن ثم نواصل الحدث الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر